أكد وزير الخارجية التركي هاكان بيدان أن المشاركين في مؤتمر الدول الإسلامية الثماني النامية الذي العقد في اسطنبول توفق على حجد كل الوسائل المتوفرة من أجل ضمان وقف إطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية وفي ختم المؤتمر رحب وزير الخارجية التركي بجهود الوساطة التي تقوم بها كل من مصر وقطر متهمة إسرائيل بمحاولة إفساد كل الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار من خلال المفاوضات خلال اجتماعنا في اسطنبول ناقشنا ما يمكننا القيام به من أجل إنهاء العنف في غزة سوف نحشد كل الوسائل المتوفرة لدينا من أجل ضمان وقف إطلاق النار على الفور في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية سنعمل بكل طاقتنا على وقف الاحتلال الإسرائيلي وعلى حل الدولتين إن حكومة نتنياهو تواصل اللعب بالنار ونحن نرحب بجهود الوساطة التي تفزلها مصر وقطر بين الجانبين لقد قامت تركيا بتقديم الدعم الكامل لهذه المفاوضات وسنواصل القيام بذلك إن إسرائيل تقوم باستمرار بإفساد الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار خلال المفاوضات عدم التحرك نحو وقف إطلاق النار يتسبب الآن في تكلفة باهظة لأولئك الذين يدعمونها نحو وقف إطلاق النار